دعوني أولاً أتقدم بشكري لكم على كرم الاستقبال والضيافة الذي حضيت به والبعثة المرافقة لي منذ وصولنا إلى بيلغراد نحن جد ممتنون لهذا الاستقبال الأخوي الذي لم يفاجئنا بالنظر للعلاقات التاريخية التي ربطت الجزائر ويغوصلافيا سابقاً لقد ذكرتم بعض المحطات الكبيرة من هذه العلاقة الأخوية بين الجزائر ويغوصلافيا والتي نحتفظ بها حية في ذاكرتنا بالجزائر البارحة ذكرتم أن جرحانا جرحى حرب التحرير الوطنية كانوا يعالجون هنا في بيلغراد صحفيون مخرجون رسامون رافقوا مجاهدين في الجبال خلال ثورة التحرير الوطنية وخلدوا حياتهم ومآثرهم عبر رسومات ووثائقيات وصور فوتوغرافية عدد منها معروض بالجزائر العاصمة في متحف المجاهد وأخرى موجودة هنا في يغوصلافيا والتي تمثل جسراً بين شعبين مواصلة لهذا الإرث التاريخي فإن العلاقة بين الجزائر ويغوصلافيا كانت استثنائية غدت استقلال بلدين وجدنا معاً في كل المعارك السياسية لحركة دول عدم الانحياز دفعنا اليد في اليد داخل هذه الحركة من أجل السلم والأمن والتعاون والحد من التسليح وإلغاء التكتلات القطبية وكل هذا خلق مرافقة سياسية استثنائية على صعيد يا ثنائي نحن اليوم في 2023 ما عدا افتتاح خطين جويين قبل ثلاثين سنة كان هناك ثلاث رحلات جوية أسبوعية بين الجزائر وبلغراد قبل ثلاثين سنة بالنسبة لتعاون في المجالات الأخرى ذكرنا أكثر من عشرة قطاعات التجارة، الفلاحة، الموارد المائية المشاريع الكبرى لإنشاء السدود وإنجاز الطرقات والتي تمت في الجزائر سنوات السبعينيات وثمانينات والتسعينيات عرفت حضوراً قوياً للمؤسسات اليوغوسلافية المئات من الجزائريين نالوا شهاداتهم كمهندسين في تخصصات تقنية مختلفة من جامعاتكم أقول لكم بهذا الصدد مثلما اتفقت مع السيد الوزير وأخي العزيز هناك إمكانية سياسية وقد تمكننا من استغلالها في السابق وهي لا تزال قائمة اليوم ولا تطلب منا إلى الاستثمار فيها من جانبنا هناك رغبة سياسية، هناك إرادة سياسية هناك استعداد سياسي للعمل معكم يداً في يد من أجل إعادة الدفع بهذه العلاقات الثنائية التي تبدو واعدة مثل ما كانت مفيدة جداً في الماضي القريب أنا أنتظركم في الجزائر من أجل مواصلة هذا العمل أعلم أن وزيركم للدفاع يحضر أيضاً لزيارة الجزائر لاستعرض أثقية تعاون الثنائي في المجال العسكري الذي أسس في الماضي أيضاً بعداً مهماً في علاقات التعاون بيننا بشكل عام هناك توافق واسع في الرؤى بشأن جل القضايا الدولية هذا توافق القوي والحقيقي ترجمته سيربيا بالدعم الصلب والأخوي لانتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن نحن ممتنون لذلك ونشكركم شكراً حاراً تدركون جيداً مواقفنا حول المسائل الحساسة بالنسبة لبلدكم لا سيما قضية كوسوفو في منطقتنا هناك أيضاً قضية الصحراء الغربية التي لها تأثير مباشر على زعزعة استقرار المنطقة المغاربية برمتها عدم تسوية الملف عرقل ولا يزال يعرقل تحقيق التكامل الإقليمي المثمر لجميع بلداننا قلتها البارحة وأكررها بقوة اليوم هناك أوجه تشابه قوية بين القضيتين في كوسوفو والصحراء الغربية قضية كوسوفو مصدرها يكمن في انتهاك مبدأ أساسياً لمنظومة الأمن في أوروبا خرق مبدأ حرمة الحدود بالنسبة لكوسوفو وينبغي حلها في إطارها الطبيعي المتمثل في الأمم المتحدة مثلما تقدمتم منذ قليل نفس المبدأ قائم في إفريقيا وهو مشكل انتهاك حرمة الحدود كون هذا المبدأ لم يتم احترامه وجدت القضية الصحراوية فعلاً هناك تشابه كبير بين هاتين الوضعيتين المنبثقتين عن اختراق مبدأ أساسياً في المنطقتين إفريقيا وأوروبا هذا المبدأ القائم على الحاجة في تجنب النزاعات الحدودية لهذا تم تبني مبدأ حرمة الحدود في أوروبا واعتماده أيضاً في إفريقيا ونرى أنه حينما يتم خرق انتهاك هذين المبدأين تنشب وضعيات مزعزعة للمناطق المعنية هنا أيضاً نجد نقطة أخرى للتقارب حول المسائل السياسية التي اتفقنا بشأنها لمواصلة التشاور والتباحث بروح من تضامن واحترام المصالح بين البلدين شكراً جزيلاً سيد الوزير وأخي العزيز شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً